نهارك سعيد نهارك سعاد اليوم بداية أسبوع موافقة للجميع هذا زببينغ واليوم حبيناه يكون سبيسيال لنتائج البكالوريا ولكن ممكن حاجة فيها برشة حاجات مفرحة أمره اللي بش نعطيه الحادلين هي أحصائيات أو نتائج صرحوا بهم هما مع تذي المعنيين بالأمر لأنه نتائج المفصلة والأحصائيات الدقيقة بش نلقاه إن شاء الله غضوة في الندوة الصحفية لوزارة التربية اللي ستعقد غضوة تلقى فيها تقريباً نتائج الصحيحة بالضبط بالدتائج هيد نعطيه الثلاثة الأوائل اللي قلنا نجيبه فوق العشرين والهني هما لكلهم من الرياضيات عندك رامز مسيك رامز مسيك اللي هو المعهد النموذجي في الرياضيات عنده عشرين فاصل خمستاش عشرين فاصل خمستاش واللي هو معدل أنه منكم فهم البعض من يفهموش لحكي هذه روك تاخد اوبسيون الوبسيون اللي دخوها مهما كانت اللغة بتاعها كانت عندك تحت المؤينة بتاعك بتباع ما تحسبشها ما كانت تجيب لك حاجة فوق المؤينة بتاعك تنجم تعاونك باش تنجم الدسم معك هذيك عليش تلقى موينات في العشرين وفي الكذا هذيك عليش مهم تاخو اوبسيون اللغة مهما كانت الوبسيون اللي هي معت اللي بيشتاخوها اللغة راه تنجم تعاونك سواء انتي معت المكتسباتك الثقافية او مزيدة في المعدل في احتساب المعدل تنجم تعاونك هذيك عليش نلقاه هو رامز تبار كلا عليه يعني ما شاء الله حبي التفوق وان شاء الله مسيرته التعليمية معناها تكون ناشحة كما هو ناشح وفاهم روحه قالهم راني باش نتميز باش نحب نعمل الهندسة ونحب نعمل الامن السيبراني الامن السيبراني اللي هو الانترنت سيكوريتي اللي انه البعض قال لك يمشي يعمل الامن فما هي فيها تجير من الترافة قال لك بش يمشي يعمل الامن هو شرف يمشي يخدم في الامن امرو مش الامن الفهمين انتو مره هذا الامن هذي نوع اخر بتعامل الانترنت واللي هي ده حاجة مع تدومين اما فما تعليق طريف ما يسيرش نمشيو فيها نقبلوه فمسكو قال لك كيفاش يا اخو 20.15 اكثر معدل هل ولا كيما اقوى من فلاتون وارستو بمهو رياضيات ما نصور ما عديش علقة الحكاية بفلاتون وارستو ولا اكثر من هكه التقييم لا متاع الفلسفة هذي كموضوع اخر هذي كتونجيو هذي كمتاع الادياب وكنت احكي معا هذي كبيرا اما اللي سير هني يخط لك فما طريقة للاحتي سيئب متاع المعدل طريقة تفرق عليك انت تحسب اقبل معتها ديما انت رابح داخل في الربح خارج من الاخسارة الماتير اللي تزيدها رايه تزيدك في المعدل وما تنقص لكش ديما تعاون تلقى ديما معدد فوق العشرين حدرة ربي ديما معدد فوق العشرين وذيما حاجات النجم كان يفرحونا الولاية الاكثر في نسبة النجاح حسب الاحصائيات متاع المدوبيات الجهوية للتنبي متاعهم اللي هي صفيقص اثنين هي لولا نسبة 64.53% ثم صفيقص واحد ب64.36% ناس للامانة وانتي تعرف حبيب ما اعتبرش عندهم العقلية ديما دورات البكالوريا فيها ناجحات وهم اصلا في العقلية متاع الصفيقصية يستثمروا ياسر في صغارهم ما هو تينسك كلما يمكن اكثر صفيقصية ياسر يستثمروا معتا في صغار متاحهم وذلك عليش نقدم الرأو نتائجي كما هكا وان شاء الله بتواع اذية تنسحب على كل الولايات فما حاجة زيدا فرحتني برشا معتا في هذي انا فرحتني منعرس منكم لكل واحد كيفاش تقييم متاعه وانه اكتساح تام للتعليم العمومي كلهم تعليم عمومي سواء كانت معاهد نموذجية او معاهد ثانوية ولهنية هالمعنى هذا حسام انه التعليم الخاص مش معنى انت خايب لا لا ما قلتش خايب مش هحقق في نجاحات كما هو منتظر هو لما حال لو الباك انتاعنا فما باك اخرى باك فرنسية اللي هي ما تحسبش في النسبة هذي معتا لكثارية المعهد الخاصة ياخذوا الباك الدولية اللي هي ما يجدخل في الاحسائيات متاع الباكالولية التونسية اما هذا اللي يمنع ان المعهد الخاصة كنا نستنعو في الاتيش خير من هك على القل طلعوا نجاح معتا واحد في الليسة متاع الولا يلزم المسؤولين القائمين على التعليم الخاص يراجعوا سياستهم ايضا وطريقة العمل متاحهم لانهم فيهم برشة طريقة العمل والتعامل نسبة كبيرة نفكروا في التجارة اكثر من التعليم يحبوا يربحوا اكثر ايه ما زادروا ويصرفوا اكثر سيدهم للامنة هم مصرفهم برشة ولا هو برشة فهم برشة حاجات اما انا ما تعليش لاني انت سر التعليم العمومي تعرف تعليم العمومي هو سياسة الدولة صحيح لذلك عليش مع تحاجة نجم كان تفرحنا لأنه في متميز خاص لمعهد ابنه ابي ذياف بمنوبة اللي عنده زوس متفوقين لولاني عن لول في جمهورية لشعب الأديب اللي كانت معنا اماني بسيس ومية 17.17 اي نعم ومية هي لولة في جمهورية مية بالحجر حومة بالحجر حومة اتصاد وتصرف نعم 18.87 هذي حاجة مية سهلة وأكيد معهد ابن ابي ذياف يجب أن يتطبق على عديد دل معهد معهد عمومي ووصل الخرج زوز من الأوائل في الجمهورية نعطيه بعض النجاحات الفردية الأخرى علي سيمو حامد سنونسي 67 سنة من حلق الواد 50 سنة انقطاع تقريب 50 سنة انقطاع ورجع واخذ الباك البارح من الدولة الرئيسية اي مبروك ان شاء الله الف مبروك سيمو حامد كمتعو الباك أديب أديب باك باك أديب وعديها إن شاء الله يقول لي أديب إن شاء الله وإذا لم يكتب وإذا لم يعمل عنده حاجات أخذ ذكرني باسمه محمد السنوسي محمد السنوسي وكانت عنده صورة معتها دارة بارشة بريود الباك سبور وقت لعدها الباك الرياضيات إن شاء الله 67 سنة وعديها الباك الرياضيات واخذها الرياضيات وهذا يتوى تعد الرياضة وطوى وصل مع تخدام الدورة الرئيسية الباك أديب إن شاء الله ألف مبروك لهو ونعتيك واحدة أخرى زيدة كيف كيف زيدة بارشة أحكيو عليها البرح سيدة نادية محمد هي ممرضة بمركز الرعاية الأساسية تطوين خذت الباك بعد 14 سنة من المحاولة هي شفت الإصرار خطر هي مخسر أنا متأكد أنه ما كانش عندها وقت للباك كانت تتعدي الأذية معتها التصور الخاص كانت تتعدي كونديدا ليبرو كانت تتخدم في نفس الوقت أما نهارت العامة اللي قاررت هيت عرشة كيفيش سنيب شركز له شوية شهر نعطيه شهر وشهرين من وقتي أخذت الباك متاحة وألف مبروك لسيدة نادية محمد كما قلنا لي هي من تطوين كذلك حسام ما ننساوش الناجحين في الباكالوريا من ذوي الإعاقة البصرية كذلك فما منهم برش وفما زوز تلامذة من المساجين ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة تلامذة من المساجين هل نعطيك أنا أكثر من هك فما واحد اسمه الياسر رحماني وهذا ممكن ياسر تبدل في التعاملات هذا ممكن إنجاز طبي حتى في تونس الياسر رحماني هو من ذوي طيف التوحد خذاء الباك من الدورة الرئيسية بالمعهد الثانوي الشابي بالمهدية في شعبة الإعلامية لأنه بيمدنين عفوا المعهد الشابي بالمهدية بيمدنين الياسر رحماني كان قبل معروف إنه الإدماج من طلب التوحد في التعليم العمومي كان سعيب نوعاً ما أما هذا إدماجة في التعليم العمومي واخذها الباكالوريا وبقدرة ربي بش يتميز إن شاء الله في المساجر متاعه الجامعي وهذاك عليش قلنا بش تبدل برشا مفاهيم في التعاملات الطبية معهم لأنه برشا يقول لك لي رمي نجمشي اندمجوا في التعليم هم اندمجوا وهم اخذها الباك ومشاء الله عليهم وشكوا وألف تحية بتبعها لالياسر الرحماني ثلاثة واما بش نحكي عليهم طوى كذلك فما ناجحين في الاسويس الاسويس كل عام هذه كثيرة كل عام موجودين وتبارك العليم ما يخدمون مكتعرف علش شرطي لهذا لأنهم يعيشوا في ظرف آخر يعني والله اللي هين بيهم بالجداء يا حبي هذا هو بلاي نمشيت وشفت معتها اللي هين بيهم ما شاء الله اللي هين بيهم بالجداء بالجداء كما في المحرس وفي أكودة وحتى الهني اللي في جمارة اللي بحثينا في البلايس بش نحكي زيد على ثلاثة واما نحكي على ندين ديرين وصابرين خذيو الباك بتفوق في ثلاثة اختصاصات مختلفة ثلاثة تواماهم أما خذيو الاقتصاصات واحدة في الرياضيات واحدة في الاقتصاد وتصرف واحدة في العلوم التجربية مين لخوات هذن؟ هما الأصول المتاحهم تونسية وروسية مع تمخالتين الأصول المتاحهم وعندهم اخذيو تلقبوهم تونسي وأمهم روسية هيك الأغلبة كيك المعادة تمتاحهم 15.20 15.62 و 15.83 اللي يقول اختاروا اختصاصات مختلفة ونجحوا تقريبا بنفس التفوق 15 اللي هو من أي معهد؟ المعهد ما عنديش لأسف ما عنديش المعهد متاحهم أما تقريبا هذن معتهم من الأهم الشخصيات اللي الناس اللي تدف فيش اللي يحكيو عليهم في باكستناء تبقى فهموا موضوع آخر قاعد يوترح حبيبا ذي معتها وقيت بش نحكيو عليه هل فهموا متابعة هذن المتوقين لأنه كلنا عام تقريبا نسمع بهم ما ثماش ما ثماش أعطيني واحد بركة من اللي نجحوا في البكالوريا بتفوق واللي خلطنا عليهم وسمعنا باسمهم أعمل حاجة أرجع على تونس ولا أعطاوه بروجي كبير ولا أعطاوه مشروع ولا أعطاوه مسئولية ولا أعطاوه حاجة أنا إن شاء الله بعد غدوة حسام بش يكون عندي لقاء مع طالب أو طالبة مسيت عدت معي عام 2021 2019 2019 نشحت في البكالوريا 2019 ومشت تقرأ في ألمانيا أعتقد هو رو أنا منيش كنت نشري تقرأ البر نلقى تالي في المتاحة في الأرشيف متاعي واتصلت ببوها وكان فرحان برشا قال يسير حبيب أنا نشكرك أنك اتصلت بينا على كل حال نهار الأربعة هو رو لأنه موضوع المتابع ليش لأنه السنة تترح موضوع كما كل عام مبروك لفرنسا مبروك للمانيا مبروك لامريكا مبروك لدرشنية بلا طالبة تنسل ومبروك لتونس كما تفهمين وحتى كان بشيقرة البرر رو بشيقرة 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 القدرات ومكاسب جديدة وبشيقرة ويعام فرماسيون رو بشيارج على تونس توقتار رو بشيارج على تونس هذي بلادو تبقى هل نحن نتبع فيهم لانا نتبع في جولة الكرة احنا تلقى لاعب يكاور في افسي درشنو اللي هو في الدرجة الثالثة الفرنسية ونجيبوه ويكاور كيف ماركي بونتو وماركي وردوه ميسي في ياماتو عاليش احنا منتبعوش الصغار اللي هم ولادنا وليحبوا بلاد ويحبوا بلاد عالاخر وهم نتاجة التعليم العموم التونسي عاليش منتبعوهمش عاليش منجيبوهمش هم بتبعوه ونوفروا لهم الممكنية لكل بشي نجم وينجحو صحيح فقط لانا عليش حاولت راني حاولت معتها لو جنلقاش واحد بركة من اللي نجحو في البكالوريا السيدي مش منطو مالثمانينيات مالتسعينيات مالسبعينيات مالالفين ما تلقاش ولا واحد كلهم انتشروا كلهم بشي مخذين بوستويت بهين في العالم وداروا مي ولا واحد فيهم ممكن ارجعوا شرطي لهذا قبل قليل نعود نرجع بالصفحة الثالثة هلالأحبيب في جريدة لابراس شوش كتبت ما تنساش بلادكم مش بش نساوه ليا عندهم احساس كبير رأو اخسر انا رأني في الحكاية هذي ضد المزايدة معتب الوطنية معتب خطر كلنا رأي نحبه تونس ما نجي مش واحد يقول لك انا نحب تونس اكثر منك وانتبقى هو ووفر له الظروف ووفر له الاحاطة وعطيه بعض الاغرائيات زي انتي باش ينجم يجي لهن لتونس يحل ستارتاب يجي باش يخدم يكون مجموعة من الشباب لانه فما برشا الناس استسهلوا المال فما نستسهلت المال السهل اللي عرفتك لكن يعملك ديكروني كلي كالجمعيات وكلي حكاية تذوكم استسهلوا الربح السريع ويربحوا من تيك توك ويربحوا من برشا بلايس وخرين فالذان معتها وهم نموذج بعض عنوين الصحافة طلعت عليها دينيس بدو كتبت في الصفحة الأولى هل البنزارتي هو رجل المرحلة معلش حتى هو لما حالا موجود في مرحلة انتقالية نعم رمز مساك من سوسة هو الأول أشرنا إلى هذا في البكالوريا هل هذا النجاح بفضل أمي وأبي بالدرجة الأولى وهو في هذه معتها عنده ألف حق لأنه الوالدين يصرف يتعب ويسر على صغير يسر يتعب كذلك في لابراس عمل متواصل كامل السنة والله يخسر هو روال فما زوز طرق معتما أنت جربت لشخصية يأما تعدي عام كامل وانت تريفز كل وقته ووقته ما تخلي حد شي يأما تعطيها بريود معتها تربس مغلق متعها بريود معينة تناجم كاكت تركيبير ولو أنه ديما لولا خير السيستام لول أنك تركز عام كامل ديما خير برشة من التسنة آخر لحظة كذلك هناك تصريح لتلميذ ناجح في البكالوريا قال الدروس والتحذير أثناء العام هو طريقة حياة ناجح يعني نمط حياة ناجح صحيح صحيح والذي تنسبة ذكر أو نهار آخر حتى في الخدمة رك مكش بيش تخلي حتى شيء للصدفة كل شيء تحذر له كل شيء بتبيع تك نتجاه به موضوع آخر كتبت عنه جيهان الصالحي في تينو سبدو عن ضيف السبت لان في تي دي سوار في القنوات اللي هي من نسميه احنا بين قوسين ما يسميه البرايم تايم الأكثر مشاهدة اي الأكثر مشاهدة مجري ما صحيح انتي والضيف انتي والضيف هي مسيحة نهارة السبت في الليل مسيحة يتم في العائلة التونسية على كل حال جيهان هي تؤكد على أنه إذا أنت بش تحذر عندك مظيف إذا ما عندكش مظيف الأحسن ما تحذرش والأحسن منشط ما يستدعيش واحد ما عنده ما يضيف إذا هو إذا أنت بش تعمله عملية طبيب سواء كان فنان أو رابر أو كذا هؤلنا عنده الغسالة في الدار يمشي يغسر روح ايه نعرف هذاك رأيها اي رأيها ورأيها معقول ورأيها ذي بتويع نجمونا فرضوها ذي بتويع نعود نقول على العلامة العمومة على العلامة الخاصة لو بتويعهم عندهم توجهم مع تخطة تحيير بتاهم وذيفهم صحيح كان فهم حاجة هاكلها كفهم قانون صحيح في جريد لابريس الصفحة السادسة مقالة بصفحة كاملة نعم الكولونال بوبكر بن كريم كتب عن العيد بـ 68 لجيشنا الوطني مبروك لجيشنا الوطني ألف مبروك للجيش الوطني والكفايات جيش الوطني وللي هنا ما نحكيه المتفوقين جزء كبير يسر المتفوقين في البكالوريا يمشيوا للأكاديميات ويمشيوا الأكاديمية بتاع الجيش الوطني اللي تزخر بالكفاية تراهوا ما شاء الله عندهم ناس معتها قويين في الميادين الكل لاستغلال بتاعهم والتجربة بتاعهم بقدرة رب إن شاء الله باش تظهر على قريب في الإدارات العمومية أو في الأمن أو في اللي هي نعم شكرا حسين علي خليق يومك سعيد إن شاء الله نهارك سعيد لاي يعني شكرا بفضلك بعد قليل مع الرياضة